سادساً، مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية أولاً، نص نظام الدفاتر التجارية على إلزام التاجر وورثته لاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلزامية وملف المرسلات مدة عشر سنوات على الأقل ثانياً، هذه الفترة يكون التاجر ملزماً فيها بتقديم الدفاتر فيما لو طلبت منه من قبل القضاء أو الجهات المختصة ولكنها ليست مدة تقادم تسقط الحقوق المدونة في هذه الدفاتر بمضيها ثالثاً، وإذا انقضت العشر سنوات قامت قرينة قانونية على أن الدفاتر التجارية قد أتلفت وعندها لا يكون التاجر ملزماً بتقديمها